التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليا الرئيسة التنفيذية لشركة دي اتش ايل اكسبريس العالمية وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركة في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الادارية مشيدا بنشاط واداء الشركة منذ بدء اعمالها في السوق المصرية ومعربا عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعاتها في مصر خلال المرحلة المقبلة من جانبه اشاد رئيس الشركة بالتطور الذي شهدته مصر في الاعوام الاخيرة مؤكدا ان هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية والذي يقدر حاليا باكثر من مليار جنيه وذلك في اطار سعي الشركة لتحول مصر الى المركز الرئيسي في افريقيا